أهلا بيكم تابعينا مع فيديو جديد منفص أجداد قبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويلا بينا نشوف الجزء اللي فات انتعب زارة وهي بتقول لزمري خيارين يأما يسيبها ويوفصلوا أو يتعليقوا يكملوا حياتهم سوا لذلك اللي ما شفش الجزء الأول يرجع يشوفه هسيبه لك في تسكريبشن تحت بيضطر زمري يواثق على العلاق عشان ما يخسرش زارة وبيوعدها انه يتغير فبترجع له وثاني يوم رفيق بيتصل بيه وبيقوله انه حجاز له عند الطبيب نفسي وفعلا بيروح رغم حرجه وزارة بتدعمه ولما بيروحه بيتأكله بنفسها فأجواء ومنسية بيقطعها اتصال منتاشة اللي بتتصل من بار وبيطب شون عليها كالعادة فبيتقوله يشوف له حياة ويبعد عنها ويبطل يبعد تهديدات لزمري وبتمشي وتسيب بعد تدمير الجاوي الرماسي زمري بيقعد مع زارة يشرح لها وبيقول لها انه من ساعة رسالة تهديد شون وهو مش مهتمة الا بزوجته وبيته فبتسأل زارة عن علاقته بتاشا كانت وصلة لأي مدى من القرب ولما بيحكي لها بتزعل جدا ومش بزادة بتاكل معاه وبتقعد طعيات في قضتها وبيحاول يصالحها زمري لكنها بتكون محبطة جدا وخايفة من تعامل تاشا معاها لما تعرف انها زوجة زمري بس بعد شوية بتعدى لما بتفتكر كلام رفيق لها لما قال لها ان زمري بيحبها وبتقوم تصلي ولما بتخرب من قضتها بتلاقي زمري نيم قدام بابها وبيعتذر لها وهي كمان بتعتذر له انها بتعمله قصوة وبتوعده انها عطي البطل معاه لحد ما يتغير زمري بيكمل جلسات الدكتور النفسي وعلاقتهم يوم عن يوم بتتحسن وبياخدها معا شغله بيعرفها للموظفين المقربين منه وبمجرد ما بتمشي زارة بتوصلوا رسالة من تاشا بتقولوا فيها انها هتجيلوا البيت لو ما قبلهاش حالا فبيطر يقبلها وبيقول لها انه باع الشقة اللي كان بيقبلها فيها وانه راجل متجوز ومش عايز ازعاك وبيشوفهم اخو زارة وبيصوروا وفي المقابل بتقابل تاشا شون اللي بيقول لها تتخطز عمري وتبدأ تفكر حياتهم سوا فبتشترط انها هتنسا لما تعرف مين زوج تاني يوم بيحتفل زمري مع زارة بمناسبة مرور ثلاث شهور على زواقهم وبيقول لها انه مش هيخبي عليها حاجة ابدا وانه قابل تاشا عشان يفهمها انه متجوز وانها لازم تنسا وتتفهم زارة الموضوع وبتحب تكونه صادق معاها وقبل ما يروح الشغل بتطلب منه اذن تقابل اخوها وفعلا بتقابله ويوريها صورته مع تاشا فبتقوله انها عارفة وتحاول تغير الموضوع عشان مش عايزة تنشر اسرار زوجها لما بترجع لزمري بيعتذر لها انه حطاه في موقف زي ده وبيوعدها انه مش هيقابل تاشا تاني تجنبا لاي موقف من النوع ده وفي المقابل اخوها بيقابل كاش وبيحكيله عن اللي عارفه عن زمري فكاش بيقضي قابل تاشا اللي بيتكون مش في وعيها مع شون في الوقت ده فبيتخين اخوها انها فاتاة ليل وتاني يوم بيتصل باختي حال زمري بس زمري بتقوله انها تحيل ما شاكلها بنفسها وبتقوله ما يقولش حاجة الولدة بيزور شونه تاشا بيت زمري وبيقابلو زمري ولما بتشوفها تاشا مش بتكون بيصدقها ازاي زمري متجاوز بنت تقليدية زيتي وبتقولها انه تجوزت بالاكبار مش اكتر فبتقولها مش مهم يحبها او لا ربنا بيبتل القلوب المهم انه تجوز وبحت عن المعاصي فتاشا بتضغوز وبتتخانق معاها لولا شون بيكتفها وبيمنحها تضرابها فبيوصل زمري اللي بيستغرب من وجودهم في بيته وبيطلب منهم يخرجوا قبل ما يبالوا في القوليس وبالليل بيعتذر لها على ازعاج تاشا وبيقول لها انه كن خطأ جدا زمان وانه معرفش الحب والاستقرار ان لما شافها وفي الوقت ده في بيت تاشا وما بتهديها وبتقول لها انه ما يحلوا كل المشاكل سوا الصبح زالة بتصحي من النوم وبتسأله اذا كان عنه طفلة قبل الجواز بس زمري مش بيجاوب وبيقول لها انه هيجاز للشغل وهي بتدايق من نفسها عشان بتحس انه سؤالها سخيف جوليا بتكون في دار الرعاية ويحاول دالن يضربها لكن راجل الامن بينقذها وبيتصل بزارة تقول لها انها رفض عليه قضية خلع وانها هتسيبه للأبد وزارة في الوقت ده بتكون في طريقها لشغل زمري وجابه له غدا تعتزل وبيعنقل تزوها معاه لكنها بتشوفه وهو في شغل مع فرح صدقته القديمة وهي حطة ايديها عليه بشكل مريب فبتمشي متضايقة قبل ما تشوفه وهو بيصدها وبيرضي كل شغل معاه عشان تبعد عنه ولما بيرجع مكتبه بيشوف هديتها وبيعرف انها شافت فرح فرح مش بتتقبل تعامل زمري معاها وبتتفق مع تاشا انهم يدمروا علاقته بزارة بيرجع زمري البيت بس مش بيلاقي زارة في البيت وبيستنال الحاتب بترجع من برا وبيقولها تسمع وما تضبش من اللي عايقوله وتصدق وتصق فيه وبيحكي لها عن فرح وبيروحوا للدكتور اللي بيقولها انها لازم تكون داعم لي واتساعدوا على تخاطي الاكتئاب المصاحب للعلاج ونشوف تحول في حالة أم تاشا اللي بتحاول تبقى ست صالحة عشان تسترجع احترام بنتها لها واحترامها لنفسها بعد كده بتقابل فرح زارة وبتحكي لها عن علاقتها بزمري وقبل ما تواريها صوارهم سوا بتقول لها مفيش داعي لانها مش مهتمة ووزقة في زوجها وبتقول لها ما تحاولش توقع بينهم لانها مش هتنجح وياريت تستمر في حياتها السيئة بعيد عنهم وبتمشي فرح وهي في قمة الغيز وبتروح تتغدى مع زمري وبيقابلوا تاشا في الطريق وبتغذع زارة ولما بتركع تاشا بيتها بتشترط على شون انه يفصل بين زمري وزارة عشان تقبل جوازه بيروح زمري وزارة لأجازة في القرية هروبا من إزعاج تاشا وللأسف راحين لإزعاج دالان اللي بيهدد زمري وزارة وبروح لزارة لما بتبقى بشاقتها لوحدها وبيخرقها لكن لحصن الحظ بينقذ زمري من ايده وفي الليل بتصاب زارة بالحمى بالأب وزارة ولما بيرد عليه زمري بيقفل التليفون بسرعة واش بيكلموا كتير ومع تستخين كاشر العلاقة بينهم بيحس قدل ان زمري مسيطرة على زارة وبيستغل طبطها لما بتتحسن زارة بترجع الشغل وبتتقلم مع جوليا اللي بتعتذر لها على ضرب دالان ليها وبيقطع كلامهم خبر اختفاء عمر والحصن الحظ بيوصل زمري اللي بيلقيه بيلعب استغماية مع نفسه بيرجعه للدار ولما بيقعد عامر مع زمري وزارة وزارة بتقوله انها بقت تحبك انه جزء من عالتها وانها قررت لو تاشى تاجه لته تماما انها هتتبنى تاني يوم وزارة ماشية مع جوليا بتشوب زمري مع ست وبيزار عليها لانك حشك وبتسيب البيت لفترة وبتقعد مع جوليا في الدار وبتسل زمري بجوليا فبتطمنه عليها بعد فترة بتنضم زارة انها سابطة البيت بدون اذنه بتركع البيت تكلمه فمش بتلاقيه فبتروح لمكان بيجول عادة فيه وبتلاقيه هناك فبيكلمها عن ضرورة الثقة وانها يلازم تصدق وعده ليها وانه مش هيخلها ابدا فبتحتزر له بتطلب منه يرجعوا تاني للقرية يغيروا جاوه فعلا بيروحوا في نهاية الاسبوع الاهلهم وبيعرفهم زم انه قال لزارة كل حاجة وبيوعدهم انه هيتغير وبتعتزر والدة زمري لزارة على خداعها ليها بيروح بزارة السوق وبيقابلهم كاش وبيفكروا زمري بخلافه القديم وبيقولوا كاش ان الخناء بينهم من الماضي وفي وسط كلامهم بتصهر زارة وبتسلم على كاش وبتعرفهم على بعض ام تاشا بتحاول تقارب من بيدها تاني وبتطبخ لها اكلتها المفضلة عشان تظهر لها حبها وبياكلوا سوا وامها بتقول لها انها بتحبها وانها بتتمنى وبعد كده بيخرجوا سوا وبتحاول امها تقرب منها وبتكلمها عن عامر وبتقول لها ان لو عامر ابنها ترجعوا وهي مستعدة ترعاوه وتبقى جدة في بيت اهل زارة بيصر توطر في علاقة ام زارة وزمري وتقالب بينها وبين كاش وده بيحبط زمري وبيزيد احباطه تهديدات كاش بفتحه قدام حماو حماته وثاني يوم بيروح زمري لزيارة حمامو عزارة ولما زارة بتنشغل بصدقتها بيستغل الكاش الواضع ويزقه في البركة ولما بيرجعوا البيت محدش بيصدق زمري لما بيقول ان حد زقه وبيصخروا منه ولما بينفرد بكاش كاش بيقوله ما يرميش التهمات خرافية من غير دليل عشان التهمات زي دي هتقطع روابط العيلة بيحضر زمري شانطته بيقول لزارة انه متدايق من وجودها هتمشي معاه بس وصول اخوها بيأجر رحلهم وبيجي اخوها بقبار سعيدة وهي ان زوجته حامل وبيعير زمري على تأخر انجابه كأنه بيزار يعني وبيكي كاش وبيخرج معاه وبيتفق معاه ايدل انه هيفتح زمري في الثلاث ايام اللي قاعد فيهم في القرية ويحليه بنفسه يعترف بعلاقاته كلها بيكلم زمري اخو زارة وادل ما بيبقاش طيقه اطلاقا وبيقول له انه مصدق كلام كاش وانه زارة واهله مغضوعي فيه وبيتقرر الكلام بينهم تاني يوم بس المراتي زارة تسمع استفزازات ايدل زمري وبيتهدده انه لو اتدخل في جوازها او قال اي حاجة لأهله عمودي زمري مش هتسبها ابدا ومن ضئها بتلمي شنطتها وبتروح مع زمري وبتتحاجج بشولهم تاني يوم بتروح ام كاشا لدار الرعاية بتقابل زارة وعمر صدفة اللي بياخد عليها بسهولة وفي الليل بتلوم بنتها انها سايبة عامر في المكان ده ومش بتزوره فبتضغوص تاشا من كلامها وبتروح تقابل عامر في الدار وبتقول لزارة بتلعبش معاه ومتعملش فيها امه وزارة بتقول لها انها كمان مش امه ده ابن صديقة لها فتاشا بتصدمها بان عامر ابنها من زمري زارة مش بتصدق اللي بتسمعه وبتترجى زمري انه ينكر كلام تاشا لكنه بيقف ساكت مش قادر ينكر حقيقة ان عامر ابنه وبتمشي زارة مش مصدقة وما بيحاول يوقفها ويبرر لنفسه بترفض تسمح ايه كلام منه وبتقتنع بكلام تاشا وبعد كام يوم بتقابل تاشا زارة تاني في الدار وبتقول لها تطلق من زمري لانها مش هتقدر تحول لزوب صالح وفي المرحلة دي بيكون شك زارة في زمري وصل لمرحلة رهيبة لدرجة انها بتتصل بيه وتقول له انه لو عايز التلق يقولها بنفسه مش يبعد تاشا برسايله لنفس الوقت كاش بيحاول يوتر علاقة زمري وابو زارة بعد ما ناجح مع امها بس كاش بيستغرب بعد كده لما بيعرف ان زمري ما بقاش يتردد على اماكن السهر كاعدته زمري بيقابل رفيق فرفيق بيجدد امله وبيقول له ان طالما ما حصلش طلاق في امل فبيرجع البيت وبيجاهل السهرة الرومانسية بتتيه بسرعة بغضط من زارة تاني يوم بيقول لها انه عارف ان عمل مصايب زمان بس مجرد ما تجاوزها اتحسن وبقى يحبها فبتتاريق على كلامه وبيكمل كلامه اللي بينتهي بقرار رحيله للمدينة عشان تقدر تتخطى المشكلة وتنسى وضايقته لها وكذبه عليها ولكن بيأجل رحيله بسبب زيارة ابو زارة وكاش المفاجأة وزارة بتفضل محافظة على اسراره بعد كل اللي عملوا معها بعد ايام من السكينة بتيك مكالمة من تاشة تنغص عليه حياته تاني وبتهدده انه لو ما جايش يقابلها هاديينه غاية وتفضحه قدام حماك والمكالمة دي بتحصل تحت انظار كاش ولما بيروح يقابلها بتقوله نعم تستسلم وموافقة تبقى زوج تانية لكن زمني بيقول لها انه بيحبها بس مش هيقدر لان عليتهم زي الميت والزيت مفيش اي توافق بينهم وكاش بيصورهم من بعيد وهم بيتكلموا سوا عشان يستغلها بفضح اصراره بعد ما زمني بيمشي بيروح يكلم تاشة قبل ما كاش يوري صورة زمني مع تاشة الولد زارة بثانية زارة بتلمحها من ظهره وبتخطف منه تليفون وبتؤمره ما يتدخلش وما يقولش اي كلمة على جزعة وإلها تقطعوا للأبد الاحداث دي بتقلل سقة زارة في زمني اكتر واكتر ولما بتروح الدور بتقلل تاشة وبيحصل بينهم جدال بنتي بصدوه وإلتحيله من تاشة كالعادة وبتجنع المكالمة من شون بيوصلها فيها تهديد ابوها بفصلها او استمرت في الغيابة عن اجتماعات الشركة وبيقول لها انها لو مجدش هو كمان هيستقيل ويخرج نفسه من حياتهم تماما لما زارة بترجع البيت بتلاقي جواب ووردة من زمني بيقول لها فيها انها يروح الهوصمة وهيبعد عنها يمكن البعض في المسافات يجدد الامل بينهم ولما بتوصل تاشة لشون بتستارب من صبره على عنادها وخوفه عليها وبتحس بسد حبه لها لأول مرة بروحه مطعم سوا لك انها تتحول لما بتشوف زمري مع سكرتيرته وبتشك انه في علاقة بينهم وبتبدأ في الصيوح ولما بتعرف في الحقيقة من السكرتيره بتبقى محرطة جدا من غبقها وتصرعها لما بترجع البيت بتكمل في تهورها وبتقالل أبوها وبتقوله انها خلفت عامر من زمري في السر وان كل اللي حصل لها بسبب كونه أو بفاشل مش بيهتم أبدا بأسرته وكل الاهتمام رايح للشغل وقبل ما يضربها بالقلب يبسل شون إيده وبيقول لها أبوها ان اللقيت عامر ده لو جابيته هيقتلهم هما الاثنين وعدا ما بيمشوا بيقول لها شون ان زمري ولا عمره حبعة ولا هيحبها وانها المفروض تبعد بابنها عن الشخص اللي كان عديم المسؤولية ده زمري بتفضح كل القصص لجوليا صديقتها وتقول لها انها عايزة تطلق منه ولكن جوليا بتحاول تغير رأيها وبتقول لها ان زمري كثر تالن وانه قابل للتغيير وبيجي اتصال من السكرتيرا بتدعم كل كلام جوليا وزمري بتغير فعلا ما بيبصش لأي ست وبقى شخص ملتزم في صلواته الكلام ده بيعمل تغيير في طبيعة زارة العدوانية مؤخرا بس في نفس الوقت ده زمري بيكون هيئين في هالوساته لدرجة انه بيتخيل زارة وبيعمل حدثة لما بيجري ورا شاربها لما بتوصل اخبار الحدثة لزارة وبتتصل بي بيبين قد ايه هو مستقم انتجاء العاليته للفترة دي وزارة بتحس بالزم وانها السبب في اصابته لكن تاني يوم لما بيرجع على عقله بيداياه وكمان من نفسه انه كلمها بوقاحة ويطلب منها انهم يتكلموا ويدفعهموا فبتقولوا وقت تاني لانها بتكون في المحكمة وبيقلق زمري من انها تكون بتحاول تخلعوا لكن الظنون والقلق بيكونوا مش في محلهم لان زارة بتكون في المحكمة عشان تتم اجراء الطرق جوليا ودعلن فاول مرة بتسمع تايشة امها بتوافق قدام ابوها ويتدافع عنها بس ما بيفوتش اي فرصة انه يتبرر منها وبتبدأ تحس انها كانت ظلمها لما كانت حطوها مع ابوها في نفس الخانة لانه امها بتحبها بس مقرأة على امرها زيها بالظبط وفي الوقت ده زمري بيقعد مع زارة ويرجع ايمانه وزقتهم في بعض بتوعد زارة انها تساعده دايما في اصغر المشاكل تحدى مشكلة عامر اللي بيبدأوا بيها وبتكتشف زارة ان لجنة مرأبة الايتين في الدار قررت ان عامر لمصلحته مش هيخرج من الدار الا كمتبنى وده بيمنع تايشة تخرجه لان ابوها رافل تبني وكون الحلول بتقدمها زارة وزمري لابو تايشة بترشل وتايشة بتكون محبطة جدا من رغبة زارة وزمري بخطف ابنها منها وابوها بيكون العائط في انها ترجعه لانه بيقول لها انه عير مياه في الشارع لو جابته زارة وزمري بروح يشوفوا حال لمساعدة عامر مع اهل ام وبيحقرهم عن عامر وامو في الاول بتغضب جدا كالعاية من زامري ولكن زارة بتحشها عنه وبتطلب منها تتبنى هي الطفل بدلا ما يتعامل معاملة الايتين واهله لسه عايشين وفعلا بعد نقشات معزقها قرروا تبني عامر وبتزرهم بعد كده امتاشة وبتشكر زارة على رعاية حافتها وقال زامري مش بيخلهم يحتاج حاجة وبيعملوك ابن لهم وبيجبولو هدايا ولما زامري بيشكر زارة بتقولو انها عايزة مكافئتها هدايا رحلة جديدة اجازة بدل شعر العزل اللي كان كابوس تاني يوم بيلقوا ام زارة بالزرهم في البيت وهي غطبانة من تجاهل بنتها لها ومش مقدرة المشاكل اللي بتحلها الجزعة طول الوقت وتشوف عامر بتستغرب من وجود طفل غريب في البيت بس زامري بيتوه عن الموضوع ولا ما بتسأل عن والد الطفل بس الام مش بتسيبي الموضوع يمر مرور الكرام وتطلب من كاش يعرف لها اصل وفصل الولد الصغير ده وزامري بيسيطر على قلق زارة من غضب اهلها من قطع زيارتها بيهديها وبيقول لها نوم هيروحوا شعر عسل جديد سوا زي ما طلبت عشان يفسروا عن كل المشاكل اللي هنا فاجازتهم السعيدة بيقربوا من بعض اكتر وبيتصوروا وبيتصنعوا زكريات سوا بس الاجازة السعيدة دي بيقطعها اتصال من تاشا بترد علي زارة وتقول لها تاشا انها مش هتسمح لهم يسرقوا ابنها وشون بيحاول يهديها وبتحكي له زارة عن المكالمة عشان تتأكد من وش بتضايق انها ردت على تاشا فبيقول لها تعمل اي حاجة بروحتها وبيديها تليفونه لو عايزة تبص فيه لانه بيخبيش عنها اي حاجة والثقة بينهم بتزيد تاني بعيدا عن الاجازة بيوصل لرفيق في المستشفى كشفه بالمرضى اللي بيعانوا من الادس بعد الفحص اللي من انتشار فيروس نقص المناعة في البلد وهو بيشوف الأسماء شاف اسمه والد تاشا بيوصل الخبر لتاشا من المستشفى بدون تحديد المصوب وبيطلبوا منها تعمل الفحص عشان تتأكد ان الفيروس بتنقلهاش وبتكون متوترة كدا اول ما بيوصل زامري من اجستو بتطلب منه تاشا تقابله الاخر مرة عشان يتكلمه عن مصير عامر وبيوافق لانه بيكون مقدر انها قوم في النهاية وبيقابلها فبتطلب منه يجيب عامر للمدينة تقابله المرة الاخيرة لكن فجأة بنلاقيه في قوضة نوم جنبه رسالة من تاشا وصاحي مش ميصدق انه عمل مصيبة جديدة مش فاكر اي حاجة عن المارح ولما بيتصل بتاشا عشان يفهم اللي حصل مش بترد عليه وبنكتشف انها ضحكت عليه وحطط له مادة مخدرة في المشروب بيروح تنري المكتبة عشان يوصل لها بعدما تجعلت مكلماته تبيلاقي شون وبيقول له يقول لتاشا انه مع دليل يزبط كذبها وتاشا بتكون سمعه وبتقلق من كلامه ولما بيروح يا ابرافي بيقول له ان تاشا من المحتمل تكون مصابة بفايروس نقص المناعة وبيطلب منه يوضع عن زارة لحد ما تطلع نتيجة تحليله وفعلا بينما على الكنبة لمدة رغم ديء زارة من ده بس بيهون عليها بزيارة مفاجئة لأهلها عشان تصالح أمها بتطلع نتيجة الفحص ورافيق بيقول له ان نتيجة الفحص السلبية ومعندوش أي مشاكل وبيقول له ان ده ممكن يبقى معناه انه معملش حاجة مع تاشا وانها بتخضوا مش أكتر لكن فجأة تبيت أهل زارة بتصدمهم زيارة مفاجئة من تاشا وبتقول لحماد زمري انها عايزاها عشان يتكلموا عن ابنهم وكل البيت بيتصدم وأمه زارة بيغمى عليها من الصدمة ومحدش بيصدق حقيقة زمري بس ما عدفع زارة عنه والدها بيقتنع انهم يسمحوه وينسوا الماضي بس الأم والأخ مش بيوافوها الكلام ده وزي ما كاش توقع بيسعو لطلاق زارة وزمري بعد أيام من الجدال وخناء بتقعد زارة مع أمها في هدوء بتقول لها ان ده قدرها وانها مش بتعاني زي ما هي فترة بالحكس بيسعيدة جدا في حياتها مع زمري بعد ما تغير عشانها بس أمها مش بتكون قادرة تتقبل فكرة انها اللي حاطت بنتها في الوضع يضب نفسها ولما بتكلم زارة زمري بتقول له نعم بحتاجين جلسة عائلية كبيرة يحلوا من خلالها مشاكل كلها وبتقول له كمان على هدايا يجيبها لأمها تساعدوا في انه يقرب منها شوية بس إيد الأخوها بيسمحهم وبيقطع طريقه هو وكاش وبيضربوه في الوقت ده بتتصل تايشة بزمري وبترد زارة فبتقول لها انها الزي لسه بتصق في زمري وبتقول لها كمان انها تزبط لها خيانتو واعطي بعض صورة وفيديوهات لها معي فزارة قبل ما تشوفهم بتقول لها دفتو شب ما تتعبيش نفسك وده بيغيس تايشة جدا لأنها مش قادرة توقع بينهم بيرجع لها زمري بتوضع مني فكه دمات وبتقرر نوك هيمشوا تاني يوم ويسيبوا البيت بعد الموقف ده قبل ما أخوها يقتل جزعة والد زارة بيعنف ابنه بيلوموا في الوقت اللي أمه مش بتكون شايفة غلطة بيتوصل تايشة وكاش الاستنتاج وهو ان الحلقة الأضعف في البيت هي أم زارة وهي هتكون وسلتهم لتدمير الجواز وبيستغلوها فعلا والفيديو اللي زارة مش بتصدقوا من قبل ما تشوفوا أم زارة بتصدقوا فورا وبترجع على البيت بسرعة قبل ما يرجعوا المدينة وبتتبر زارة ناس سيبوا يروح لوحده وبتضرب زمري بالألم وبتقول لزارة انها لو راحت معي تنسى من اللي هقوم تعشان يشيل الحرق من على زارة بيمشي زمري لوحده وبيروح لأهله وزارة بتكون محبطة جدا وحزينة زمري بيمرض لكن ورغم مرضه بيتصل عليها وبيهديها وبيقول لها انهم سوا هيليقوا حالين المشكلة دي زي كل المشاكل اللي واجهته مبلغة لما ريجي الصبح هيجي معا أخوها بفيديو تاشا لجناة تمسحه من تليفونه وبترفض تشوفه وبتقول نعمش هتسمح لاجتب تاشا وللتهور أخوها يضمر جازها من زمري وأبوها بيطلب من أخوها يروح يشوف شغله ويراقي زوجته الحمل بدل ما هو مشغول بحيات أخته وبيطلب من زارة تروح تهتم بجازها المريض بعد شوية بتوصل مكالمة من أم زارة بتقول فيها الأم زمري نعم نخلت زمري وزارة يطلق وواصب عنهم وضحف كل مكان وهتساوق سمعة العيلة وقالت لها نعم عايزة زارة الكاش قريبها طب يتصدم زمري لما بيعرف بتحاول أم زمري تهديه وبتقطب منه وتلقوي عشان يحافظ على زوار بس هم بيكون وصل لدرجة استثنائية من الأحباط وزارة مش مصدقة نعم بيجبروها تسيب جوزها مع إصرار أم زارة على الطلاق حتى بعد الاجتماع مع أسرة زمري ما بيبقاشه قدام الزوجين حل إلى اللجوء لربنا بيروح زمري يترجع حماته تسمح له يرجع بزارة لبيته لكنها بترفض وبتزعق له وأخه زارة بيضربه وبيطرده لما بيمشي بيبعث له قدل كشافه شوية بلطجية عشان يشويه ووشه لكن زمري تأول مرة بيقدر يتصدى لهم لحد ما بيوصل حماته وبيشوفهم كلهم فبيهربوا بيتصل الولد بزارة عشان تقابل جوزها وقدام القرار ده ما بتقدرش أمها تمنحها بس زمري مش بيقول لها الخناء كانت مع مين ده كانت تعرف لوحدها لما بتروح لأبوها بتشوفها على وجه كشاف هدمة فبتحذره إنه بتدخل هنا في جوازها وبتقول له نعمش هتسيب جوزها وإنها مش محتمة بيإطلاقا ما بتحبش إلا زمري وإلى الزارة بيقرر إنه هيقف وش بطش أمها وأخوها وبيرجحها بنفسه اللي بيتزوجها وبترجع أخيرا لحياتهم السعيدة سواء لكن فادقة زارة بتحس بضعفه وبطنعها بتوجعها وبتبدأ يظهر عليها أعراض الحمل وبتعمل اختبار وبيطلع إيجابي بس بتقرر إنها تخبي خبر الحمل بحد ما تحمل فحص وتتأكد بعدين تفاجئ زمري بالخبر وزمري لما بيوصل شوله بيلاقي رسالة من السكرتيرا بتقوله فيها إنه تاشا سألت عنه عن زارة طب يستار بالناب تسأل عن زارة وبيقلق طب يتصل على زارة اللي بتقوله ناب خير ورايحها بدور تشتغل لكن تاشا بتكون بلقبها طول الوقت وغد قرارها وبمجرد ما بتخرق زارة من عربيتها بتجري عليها بأقصى سرعة وتخبطها بالعربية وبتثقت زارة الوعي وبتبقى هي وجننها بين الحياة والموت يا تارة زارة هتعيش ولا تموت وتثقت ابنها ودي كانت قصتنا نهارته بتنسوش اللايك والسبسكرايب ودفعلي القرص وبستكد